بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا ومرحبا بكم أبناء الطلاب ومنات الطالبات في الصف السادس الابتدائي في درس جديد من دروس القرآن الكريم حسب منهج تحفيظ القرآن الكريم اليوم سنتلو آيات جميلات من سورة الكهف السورة التي نقرأها كل جمعة نقرأ الآيات الآن في هذا الدرس نبين ما فيها من كلمات وهي سهلة يسيرة إن شاء الله تعالى الآيات من الآية الأولى إلى الآية الثامنة عشرة إن شاء الله تعالى أهداف الدرسنا أولا طلب الأجر من الله تعالى بتلاوة الآيات تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء حتى نتلو الآيات تلاوة صحيحة لابد من التأني أثناء القراءة أثناء التلاوة كذلك لابد من النظر إلى الحركات التي على الأحرف يعني لا أقرأ الحرف إلا بعد النظر إلى الحركة التي عليه حتى أقرأ قراءة صحيحة أيضا من الأهداف أن أطبق أحكام التجويد تطبيق أحكام التجويد نطبقها سويا إن شاء الله كذلك من الأهداف التلاوة بتدبر وخشوع وهو أن يقرأ الطالب والطالبة الآيات بتدبر وخشوع حتى يفهموا ما فيها ثم يعملوا بها آداب تلاوة القرآن الكريم من الآداب الطهارة الوضوء قبل تلاوة القرآن الكريم وأيضا الإخلاص لله تعالى أنه بقراءة وجه الله كذلك الاستعادة بالله من الشيطة الرجيم أقرأ الاستعادة بتأني وتمهل من الأداب تحسين الصوت بالتلاوة كذلك البسملة أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بتغتيل وتأني وتمهل أيضا القراءة بتدبر لنفهم ونعمل أيضا التسبيح عند آيات التنزيه الآيات التي فيها تنزيه لله أقول سبحان الله ثم أكمل كذلك السؤال الله من فضله عند آيات الوعد من الآداب أسأل الله من فضله عندما أمر بآيات فيها نعيم وجنة أو خير فإنني أسأل الله من فضله كذلك الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة الآيات التي فيها وعيد بالعذاب أو بالنار أستعيد بالله ثم أكمل القراءة الطريقة سأقرأ لكم كل مقطع لوحده ثم نبين ما فيه من كلمات تحتاج إلى بيان ثم نقرأ سويا الآيات سهلة جدا فقط أريد منكم التركيز هذه السورة نقرأها في كل جمعة نحتاج أن نقرأها قراءة صحيحة نركز عليها وننتبه إن شاء الله تعالى أولا أقرأ لكم استمعوا وانظروا إلى الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا آيات سهلة هنا تنبيه على هذه العلامة لاحظوا هذا الحرف ماذا يعني هذا الحرف على كلمة عوجا هذه السين تعني سكتة لطيفة خفيفة عند هذه الكلمة يعني لو أردنا أن نصل الآية هذه بمبعدها فإننا نسكت هنا حسب رواية حفص عن عاصم رحمه الله نقرأها بالسكت هكذا ولم يجعل له عوجا قيما لينذر لما نقف طيب نحن لما نقف الآن طيب ما الفرق بين السكت والوقف لما أقرأها بالوقف أقف ثم أتنفس ثم أكمل القراءة هذا الوقف طيب السكت السكت أقف بدون تنفس ولم يجعل له عوجا قيما لينذر أسكت سكتة خفيفة لطيفة بدون تنفس أما الوقف فهو وقف ثم تنفس ثم إكمال القراءة بارك الله فيكم إذن نطبق هذا إن شاء الله الكلمات سهلة عندنا طبعا ووصل هذه أخذناها كثيرا وبيناها لكم الألفات دائما هذه نأتي بها ودائما في القرآن الكريم الألفات الصغيرة نأتي بها كاملة الكلمات سهلة جيدا جدا عندنا كلمة قيما لاحظوا معي كلمة قيما هذه الكلمة قيما أشدد فقط الياء أقرأ الياء مع الشدة قيما لينذر إذن الآيات سهلة عندنا كلمة من لدنه لاحظوا لدنه أن ننساكنه من لدنه ويبشر بالفتحة ويبشر ننتبه لهذه الكلمات إذن على بركة الله سنقرأ الآيات اقرأوا معي الآيات بارك الله فيكم أولا سنقف على كلمة ثم نقرأها بالسكت أولا الاستعاذة يقرأوا الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنتم أيضا البسملة بترتيل بسم الله الرحمن الرحيم أحسنتم نقرأ لما أبدأ تقرأوا معي الآيات الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا هذا الوقف نكمل بالسكت ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا انتهينا من هذه القراءة في هذه الآيات ننتقل إلى الآيات التالية لاحظوا معي هذه الكلمات استقرأها لكم وأنتم استمعوا لها ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا بارك الله فيكم الآن سأولى بي لكم بعض الكلمات لاحظوا كلمة كابورت كابورت لاحظوا الكاف فتحة الباء ضمه الرا فتحة كابورت إذن ننتبه باخع 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 ننتبه لها كلمة آثارهم عندنا آلف هنا بعد الهمزة وآلف بعد الثاء آثارهم آثارهم أيضا عندنا كلمة هنا لنبلوهم لاحظوا الوا عليها ضمه لنبلوهم لنبلوهم أيضا كلمة أحسن بالضم لاحظوا الحركات أحسن عملا أحسن إذن على بركة الله نقرأ سويا الآيات الآيات سهلة جدا اقرأوا معي الآيات نبدأ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا ما عجبا أحسنتم وبارك الله فيكم ننتقل إلى الآيات التالية ونفعل مثل ما فعلنا في الآيات السابقة استمعوا بارك الله فيكم للآيات إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقُّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدَنَاهُمْ هُدَى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَاهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطَا أحسنتم مبارك الله فيكم الآن أريد أن أبيل لكم بعض الكلمات اليسيرة السهلة فقط أريد منكم تركيز من لحظة هنا لدنك من لدنك طبعا النون هنا تضغم في اللام من لدنك نقرأها بهذه الصورة طيب أيضا عندنا كلمة وهيئ لنا كلمة أخرى سهلة تحتاج منكم فقط إلى انتباه آذانهم لاحظوا نهم ليس فيها ياء فقط كسرة في النون والهاء آذانهم آذانهم فقط كسرة دنيا سنين كلمة سهلة سنين إذن كلمات سهلة يسيرة عندنا الكلمة التالية شططا شططا إذن الكلمات سهلة فقط نريد منكم تركيز وانتباه إلى الحركات سنقرأ لكم سنقرأ سويا سنقرأ الآن الآيات سويا اقرأوا معي ركزوا انظروا وقرأوا حينما أبدأ القراءة على بركة الله نبدأ إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اقرأوا معي الآيات فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا أحسنتم وبارك الله فيكم نكمل الآيات سأقرأ لكم الآيات ثم أبي لكم ما فيها الآيات سهلة جدا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا أحسنتم الآن نأتي إلى الكلمات كلمة قومنا ضم الميم لا نغير الحركات قومنا قومنا عندنا هنا لاحظوا هذه ياء الصلة موصولها بالهاء وعليها علامة مد إذن أمدها مثل المد المنفصل أربع حركات كما أخذنا في دروس المدود طيب كلمة أخرى لاحظوا سهلة لكن أركز على الحركات وإذ اعتزلتموهم وإذ اعتزلتموهم لاحظوا كلمة سهلة طيب الكلمة التالية هذه فأوو لاحظوا واو وبعدها واو صغيرة نأتي بلواوين فأوو إلى الكهف طيب الألف هذه لا نقرأها طبعا الألف هذه لأن عليها دائرة لا نقرأها نقرأ فأوو إلى الكهف ينشر ينشر بالسكون على ضاء إذن من أمريكم لاحظوا الكلمة من أمريكم بعدها مر بالميم أس المكسورة مرفقا لاحظوا من أمريكم مرفقا ركزوا على هذه الكلمة لأنها قد تقرأ خطأ الآن دوركم أنتم في القراءة يقرأوا بارك الله فيكم نبدأ هؤلاء قوم هؤلاء قوم نتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بيّن فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ 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 افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا يقرأوا معي وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا أحسنتم وبرك الله فيكم الآيات التالية الآيات طويلة لكنها سهلة يسيرة أقرأ لكم الآيات وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا الآن ننبه على بعض الكلمات اليسيرة كلمة تزاوروا أيضا كلمة تَقَرِضُهُمْ ضَمْ الْهَا وَالْضَادِ تَقَرِضُهُمْ 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 طيب كلمة أخرى وَتَحْسَبُهُمْ لاحظوا البَاء وَالْهَا مضمومة وَتَحْسَبُهُمْ وَالسِّينَ عليها فتحة ركزوا وَتَحْسَبُهُمْ وَتَحْسَبُهُمْ أيضا كلمة وَنُقَلِّبُهُمْ البَاء عليها ضم ركزوا عليها وَنُقَلِّبُهُمْ وَنُقَلِّبُهُمْ كلمة وَلَمُلِئْتَ 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 ننتبه لهذه الكلمات على بركة الله نقرأ سويا اقرأوا معي وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدْ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودُ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ وَمَنْذِرَ عَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا بارك الله فيكم قرأنا الآيات إلى نهايتها الآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن راجعوا الآيات استمعوا للقراء الكبار المصحف المرتل أو المصحف المجود أو المصحف المعلم لنتعلم القرآن تعليما صحيحا إلى درس جديد أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة